طبول معركة جديدة بدأت تقرع في العراق الموصل التي من المقدر لها أن تكون الأبرز والأهم ضمن قائمة المعارك التي شهدتها البلاد تحت ما يسمى محاربة تنظيم الدولة كونها المعركة التي ستحدد مصير التنظيم في قلب من يعتبرها عاصمة خلافة دولته أي الموصل فبعد ثلاث ساعات من انطلاق المعركة التي تشارك فيها القوات العراقية وميليشيا الحجر الشعبي وقوات البشمرق الكردية بدعم جوي من التحالف الدولي يقول رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرازاني إن المرحلة الأولى من العملية انتهت فعن أي مرحلة يتحدث البرازاني يقول الرجل إن قوات البشمرق سيطرت على 200 كم مربع من المساحة التي كان يسيطر عليها التنظيم كما وتفيد مصادر عراقية بتقدم الآلاف من قوات البشمرق نحو مفرق الحمدانية الذي يبعد نحو 7 كم عن مشارف الموصل واستقصف من طيران التحالف وبهذا تكون المرحلة الأولى انتهت وفق اتفاق تم بين حكومة لعبادي وبين حكومة أربيل فهل ياتورا ستتوقف البشمرق عند هذا الحد بناء على ذلك الاتفاق أم أنها ستواصل تقدمها وبالحديث عن التقدم سارع تنظيم الدولة عبر وكلة أعماق التابع له إلى نفي تقدم قوات البشمرق في الموصل مشيرا إلى أن مقاتليه تصدوا للمقاتلين الأكراد جنوب شرقي الموصل بست سيارات مفخخة هذا فضلا عن تدمير آليات عسكرية تابعة للبشمرق وميليشيا الحجد الشعبي في قرية كابرلي شرق الموصل ومن ساحات ميادين المعارك في الموصل إلى ساحات ميادين السياسة حول معركة الموصل هذا الرئيس التركي راجب طيب أردوغان يحذر من نتائج وخيمة ستصيب معركة الموصل في حال عدم مشاركة بلاده فيها مرجعا السبب إلى أن تنظيم الدولة يهدد حدوده مع العراق كما أشار إلى أن غالبية المشاركين في المعركة من الشيعة وكأنه يقول أحرام على أنقرة حلال على إيران وأذرعها في المنطقة وهو ما أثنى عليه وزير الخارجية السعودية عادل الجبير الذي أبدى خشيته من دخول مقاتلين الشيعة للموصل مما سيؤدي إلى أحداث حمامات من الدم على حد وصفه التشديد التركي على المشاركة في المعركة قابله رفض مبطن من جانب رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي عند قوله أن تركيا ستتورط في العراق إذا قررت الدخول عسكريا فهل يعتبر تصريح العبادي هذا تهديدا ووعيدا للأتراك أم أن جهات معينة دفعته لقول ذلك كون الرجل مسيرا بالوكالة من قبل أطراف كانت سببا في سحب بصاط السيادة من تحت قدميه احتفل جميعا